اشتركوا في القناة وبيفضل 24 ساعة مكفي على الورق عشان يذكروا خصوصا أول مجادة الانتحانات ينزل الموضوع بيبقى مقلق جدا ليه وبتترفع حالة طوارق في البيت كله والأهل والضغط ده بيزيد في البيت بشكل مبالغ فيه بيبقى فيه توتر كده عارفة البيت اللي بيبقى فيه طالب سنوية عامة ده توتر جدا بيبقى بيت يعني فيه تحس ان فيه حرب مش فيه طالب سنوية عامة ويعني مش بيعرفوا انهم ينظموا وقتهم مش عارفين ازاي يوازنوا بين مزكرتهم وبرضو انهم من حقهم انهم يعيشوا زينا كده الأجواء معنا في رمضان وكمين بيبقى بعد رمضان العيد واللمة والعيلة البيت اللي بيبقى فيه طالب سنوية عامة ده بيبقىش يجيلوا ضيوف أبدا بيجيلكوا ضيوف لو عندكم سنوية عامة احنا كنت قلنا حل الطوارئ ويعني يعني خلينا نقول ان الاهلي كبتكبر ولادها انهم يبادوا عن كل الاحتفالات ده حقيقي ده حقيقي انا كم بيحصل معايا الكلام ده انا من هنا من مكاني هذا بقر واعترف ان انا كم بيحصل معايا الكلام ده حتى لو فرضنا عليه انه هو يفضل مكفي على الكتاب مش هيذكر كل الوقت ده بالزبط فالنهاردة بقى معينا ضيفي اللي منورنا النهاردة انا وعبايدة وهو دكتور وليد ينديس شيري الطب النفسي يا صباح الورد ليك وحشة يا صباح البلد عليك وعلى كل حبيبنا في البلد صباح الكل عليك يا دكتور منورنا الحقيقة وكنا نتكلم دلوقتي عن العقدة الحقيقة انا وهي عندنا عقدة بقى من ايام سنوية العامة لموضوع ان احنا ما تكوناش بيعدي علينا الاحتفالات يعني رمضان مش نقدر ان احنا نعود مع اهلنا نتفرج هو الفطار واجري على القوضة ذاكري او الروح الدرس والحق نام عشان تسحى تزاكر لا بيعودوا يفطروا زي الناس ولا يتسحروا ولا يشوفوا مسلسلات صحيح احنا نفك العقدة منين بقى يعمل ايه بقى فكتنا الاول عقدتنا احنا جايبين دكتور طب نفسي عشان نفكتنا الاول نتعليقنا احنا الاول يعني انفكتنا لحن نبعد عن النظرة التضخمية للسنوية العامة يعني الناس بتعتقد ان السنوية العامة دي اللي بتحدد مصير الانسان وطبعا ده غلط ما هيش بقى ولا هول ولا حاجة مقيفة اطلاقا يعني يعني احنا كنا زمان بقى لو حنقص بالجيل بتاعنا ده كان ممكن يبقى وارد لسببين اولا كان الاختبارات بتقيس القدرة على الحفظ والتلقين فكان الفرق بينه وبين اول السنوية العامة ان هو حافظ اكتر مني دلوقتي لا كل الاختبارات دلوقتي والمنهج التعليمي بيقيس قدرات تانية زي الاستيعاب زي الربط بين العلاقات والمتعلقات زي الاستنتاج فبقى يقيس ملكات عقلية متقدمة وطرق الانتحانات اختلفت وطرق الانتحانات اختلفت وبناءا عليه الطرق دي مش هتطلع مهارات تقدمية عقلية من الطالب ما لم يكون عنده ثقة في نفسه وما لم يكون هادي خالص ده نمر واحد وده هيجي من البيت وده هيجي من البيت طب نمر اتنين كان زمانا نظرة تضخمية لان كنا بيبقى فيه سباق مين فينا يجيب اعلى درجات لان كانت الكليات كانت محدودة كان حوالي مثلا تسع جمعات وبعد كده كان يوم فروع وصلوا لسبعتاشر طب دلوقتي وشو بيكمل جامعات الاهلية قد ايه اللي موجودة فولا ما تخيطش في واحدة من دولبي بقى مستقبل وضع دلوقتي فيه ناس بتجيب التمين في المية وبتخش كله الطب في جامعات الاهلية موجود الكلام ده فبقى فيه مساحة فوق في التعليم الجامعي تستوعب اكبر قدر ممكن من الطلاب ينقصنا بقى هنا ان العيلة زي ما نهات بتقول تستوعب ده عشان يبطلوا ضغط على اولادهم فما نضغطش قوي دايما انا بقول ايه التحصيل الدراسي ما جيبش طلب متفوق يجيب نجاح التفوق ده بيرسنال شخصية عندها قدرة على تحمل الضغوط عندها الثقة بالنفس عندها الثبات فعالي عندها مقدرات عقلية متقدمة ده مش هيتسنى لها اللي بالهدوء اللي في البيت فالهدوء اللي في البيت مش بيبدأ من الطالب بيبدأ من اولياء الامور خلي بالك يا دكتور وليد بيبقى غصبا عن يعني الامهات واولياء الامور انهم حاسين بخوف كبير على ولادهم فبيفضلوا الضغط ده بيبقى جاي من الخوف اكيد ولكن ممكن يكونوا بيستخدموا بطريقة غالة ما احنا بنوضح لهم بقى دلوقتي اه لهم بقى ايه رشدة خفيفة لا لانه بقى فيه مساحة للاستعاب للمعظم الطلاب في التعليم الجماعي وبقى فيه روافط كتير جدا للتعليم الجماعي ما كانش موجودة ايام اهلين فنيفكروش بنفس الفكر انها تدخل لجماعات خاصة مثلا فيه ناس كتير عاوز اولادها فيه جماعات دلوقتي بقت حديثة زي مثلا كلية الزراعة والنباتات دي بتعمل حاجات بتطلع واحد زي الصيدالي يعني فيه جلية مثلا الاعلام الافريقي فيه حاجات دلوقتي بقت متقدمة ما كانش موجودة ايامينا وبساع اوائل كتير جدا وناس كتير جدا بتروحها حتى بدرجات متوسطة خلت تفتكر لسا عندنا فكرة انه كليات القمة اللي ما دخلش طب او اللي ما دخلش هندسة وكده فيش البقى خلاص بص يا حضرات لسا عندنا نفس الفكر البعض عنده ده يعني علميا ما فيش حاجة اسمها كليات القمة كليات القمة دي اللي انا بدخلها بتفوق فيها وبقى على القمة بدليل انا اعرف وزراء وزراء كان معاهم بقديروس خدمة اجتماعية زي دكتور رجماني معمارة فزراء شواء بور رياض ولكن اشتغل على نفسه عمل دبلوما طالع ان اوائل بقى وزير وبقى محافظ برغم ان كان مجموع في السنوية العامة مش قد كده دي معناها ايه ان كليات القمة هي كليات اللي ببقى فيها على القمة ولذلك انا عندي واحد يبقى خصائي اجتماعي ناجح احسن من طبيب فاشل وده برضو مهم لازم الكونسف ده يبقى عند الناس طيب السنوية العامة السنوية العامة اللي احنا بتقوله ده يخفف الضغط عن الناس قوي طب السنوية العامة بقى بقوله كل اولاد امور اللي بيسمعونا نبعد عن جربات المامز الفترة اللي جاية طبعا الودي عاملنها حاقة مبكة مش عاوز اقولك وشيله وحطه وهات كل ده بيسجل بضغط عصبي على الام على الام وبالتالي على اولادنا بتطلوها على عيالي بالضبط توطر وقلق وعصبية ولهس وراء معلومات ضلة كلها او مرزمها كمية شيتس بتتبعت عشان يتبعوها ويوضوا يحلوها كتيرة جدا من امتحانات قديمة او من حاجات زي كده مع ان الحل سهل جدا يعني انا بقالي 3-4 سنين بحضر حفلات اوائل السنوية العامة على الالى عندي في اسكندرية تمام ببص اليوم من أسر المتوسطة مش مدارس انترناشنال ما بياخدوش دروس خصصية ببقى مستعجب الله وطلعين من الاوائل وطلعين ايه اوائل السنوية العامة طب يا ابنة لعت ازاي يقولك الحل سهل وانا قاعد في بيتنا دكتور فيه منصة مصر على اختبارات منصة مصر عليها في بلون منصة مصر على اختبارات طاعت وزارة تربية والتعليم فيه خنوات مدرستنا واحد واثنين فيه عندنا بعض جرائد قومية دكتور بتطلع اختبارات كنت بحلها من اللي بيعملها خبراء في التربية والتعليم ما روحتش اي مكان تاني دكتور وانا قاعد في بيتنا بلعت اول السنوية العامة في نقطة مهمة جدا سن الطلاب في السنوية العامة ده خلاص ده مش صغير صحيح يعني مش محتاج حد يقعد فوق راسه يقوله زاكر 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 افتح الكتاب زي ما حديتك بتقول دلوقتي هو دور وشاف منصة كذا وزاكر لوحده فالمفروض يتثب راحته زاكر وقت ما يحب ولا لا زاكر 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 يفضلوا فقراته لانه يبقى في مشاركة يبقى في مشاركة يبقى في مشاركة معاه يعني احنا كنا زمان بنقوله البيت بتشار منه التابلت والموبايل والكوز سيب الموبايل وانسك الكتاب ده مش معناه انه هو زاكر دلوقتي بقى كل شغله بقى على الموبايل لأ نخلي معه الموبايل بس ابقى شايف بيعمله ولما لقيه بيشتغل احنا مشكلتنا برضو في الاسرة المصرية الابن لما بيقصر بنعقبه او بندوله كلمتين او بنزعق طب لما يبقى كويس مش بنعمل اثابة مش بنكافق مش بنعزز السلوك الايجابي يبقى مهم حضرتك وانت معدي كده بتشوف ابنك بيذاكر الله ينور وايه الجمال ده وايه الحلاوة دي وشد حيلك طب قعد مقاوس ليه وتخش تتكلم معاه شوية وهكذا يبقى فيه عملتني شركة يخرجوه يوم يصفروهم شوية في النصر يشحن ويرجع يشحن ويرجع دي محتاجة بقى التنظيم ايه انا عندي فكر التنظيم وفقه التنظيم وده مهمة قوي ليلة يعني احنا مش داخلون خناقة تبتدي وتنتهي عند ليلة اه طبعا انا قاعد منظم الدنيا عارف ابني نشاطاته ايه بيحب بيه بيفرح بيه قدرته ايه اكافق بيه قدراته ايه عبد عن المقارنات مجيش اقول لختك ويادة كان بتوع تذاكر مثلا سبع ساعات ابن خالتك ايه او ابن خالتك كان فرع السلق ده الام المصرية لازم المقارنات دي بتعمله احباطات لازم اتعامل الفروق الفردية واحترم ملكات ابني دي كلها امور مهمة طب ايه اكثر حاجة الطالب السنوية العام يا دكتور يقدر انه هو يعني يلتزم بيها يذكر مثلا ماكسموم كام ساعة في اليوم قبل الفطار ولا بعد الفطار يعني نصايح كده تفيدهم لو حقول ده حيبقى كلام نظري انما خلناه في الواقع ايه هو بقى الواقع الواقع انهم دلوقتي الاختبارات بتعتمد على ايه على الافقار الجديدة اللي بينتجها الطالب على السنس على الاحساس ده مش حيجي بالضغط العصبي بمعنى انها دلوقتي النهاردة الاولادة عندهم بيت شعر من مدرسة المهجر او قصيدة معينة مش هتجالهم في الاختبار حيجي لهم قصيدة لشعر تاني من شعراء المهجر وعارفين سمات مدرسة المهجر ايه الحسية المفرطة الحنين للوطن فمحتاج افق ويوز الشغف بالضبط بقى فهم عنده السنس فبقى انسوا من يقراها هي بتقولوا انا من مدرسة المهجر ده حتة مهمة جدا فيولد افكار لما يجي له سؤال مثلا يتجه العالم حديثا الى انشاء المدن الجديدة اللي بوعد عن الانتظار السكان يطلع منها بالعاصمة الادرية الجديدة يطلع منها بمساحتها قد ايه يطلع منها بالجدول الاقتصادية بعد كده في خلال عشرين سنة قد ايه يطلع افكار يولدها فده مهم قوي توليد الافكار وهو قاعد بيذاكر علشان يبقى يعرف الدنيا ماشي ازاي عنده مع انه يبتدي حل الاسئلة من النهاردة يعني دايما بقول عندي لعيب كرة حلوة قوي في التمرين انا الزلو الملعب ما بيعملش حاجة فالمش المهم البقى التمرين عندي المهم هي شتو كرة يجيبها جون لاخدال ايه بقى اروضوا على حل الاختبارات اروضوا يحلوا امتحانات كتير اسئلة كتير ويولد منها افكار ما يكتفيش بالسؤال اللي جاي له خلاص يولد منه افكار ودربوا على طبيعة ورقة الاسئلة يعني فيه اولاد يعني بتيجي تحل بتتلقبط لان عندهم دواير دواير على كل سؤال والاختيارات والتصديق يحط حاجة مكان حاجة انا اعلمه يمسك مسترع على السطر ويظلل ويشوف السؤال اللي بعد منه وينزل ومايرتجفش ويخلي باله ويركز يبقى سريع البديهة اديوه شوية مهارات تديوه صلابة نفسية ان حتى السؤال اللي مش عارفه يجليه وياخد اللي بعده عشان ما نضيعش وقت وبعدين لو فيه وقت يبقى يرجع له وهكذا التدريب على حل الاختبارات وفي توقيت الاختبارات بمعنى ما ينفعش يقعد يزاكر طول الليل وينام طول النهار ونيجي وقت الاختبارات اقول له اسحى بدري وروح حل في الاختبار انا بفركش البرمجة اللغوية العصبية اللي عنده صح قالية التفكير اللغوية العصبية اه فيه جزء ما السلف كنترول ده موجود في الموقع ده مسؤول عن التحكم وانتخذ القرار لازم اعمله تدريب سلوكي على وقت الاختبار وعلى ظروف الاختبار يعني وانت قد ايه دكتور ويحله امتحانات قد ايه لو الاختبار اخر السنة ساعتين يقعد يحل ساعتين في اختبار كامل ولو ما عرفش السؤال ما يفتحش يشوف الاجابة اكنه في اختبار عاوز يروح الحمام ما يقومش عاوز يشرب ما يشربش لكنه قاعد اختبار تبا تعمل على احساس انه هو قاعد في لجنة الامتحان وبيحله ده دلوقتي وقت الامتحان بالزبط وفي توقيت الامتحان وياريت نستبل كلمة امتحان باختبار لان الامتحان جاي من محنة فما اضغطش برضو عليهم نخليها اختبار والاهم هو بيذاكر بقى يبقى في وزن نسبي للمواد يعني ايه وزن نسبي للمواد انا طول عمر حب الشعر والادب والبلاغة ما ينفعش عارف ذاكرة عشر ساعات واصيب بقيت المواد واركن المادة اللي انا ما بحبهاش يبقى في توزيع نسبي في مذاكرتي للمواد وشغل الفايف سينسز او الخمس حواس في المذاكرة ليه لان فيه مواد بتتشاف يعني ايه بتتشاف زي الجغرافيا مثلا برسم الخريطة بحط عليها المدن الجديدة توزيع السكاني المحاصيل الزراعية لانتاج الحيواني بتبقى متشافة بالتالي لما بروح في الاختبار لو في حسة وقعت مني الحسة التانية بترجحها على طول وبتلاحقها مواد بتتنطق زي اللغات ما كنا بنحفظ بالكتابة كده عشان نفتكر بالزبط مواد بتتمسك زي الهيكل العظمي والبيولوجي والحاجات دي كلها فلازم اشغل جميع الحواس وانا بذاكر مالتزمش بحسة واحدة واكل كويس ونام كويس هحل كويس علومات قيمة جدا جدا يعني استفادنا منها واكيد كل طلبة وطالبات السنوية العامة استفادوا منها دكتور وليد ينديس شاريط طب النفسي نورتنا في صباح البلد يا صباح البلد ويا صباح الفل عليك واستفادنا جدا ولهوق ده شوية شوية هتتفكر ان شاء الله ان شاء الله بالوقت باقي اتمنى التوفيق لكل طلابنا